موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام اهلا بكم الى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التايمز التي نطالع فيها تقريرا عده شون اونيل بعنوان الجواسيس الحرصون على ارضاء رئاسة الوزراء خدعتهم مصادرهم ويستهل الكاتب تقريره بالحديث عن تقريرا عدته الاستخبارات البريطانية ام ستة عشر في الذكرى الاولى لاحداث ايلول يتحدث عن تخطيط العراق لانتاج واستخدام اسلحة كيموية وبيولوجية كان التقرير هو ما يحتاجه رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت توني بلير لتبرير المشاركة في الحرب ضد العراق وتتحدث الصحيفة عن دائرة ضيقة وحميمة كانت مقربة من بلير اكثر من حكومتها من ضمنها السير ريتشارد ديرلوف مدير الاستخبارات الخارجية ام اي ستة حين اصبحت نوايا الولايات المتحدة بخصوص العراق واضحة واتخذ بلير قراره بالانضمام اليها لجأة للاستخبارات الخارجية من اجل المشهورة حول الاسلحة التي يمتلكها صدام حسين وامكانياته وامكانيات تعاون جهاز ام اي ستة مع وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية سي اي اي بخصوص امكانيات العراق وتسليحه خلال ثلاثة شهور كانت وكالة ام اي ستة قد عدت ثلاثة تقارير كلها تصب في خانة التشجيع على الحرب وقد ذكر احد المصادر للمعلومات الاستخباراتية بان العراق بنى مختبرات للاسلحة الكيموية ولان بلير وبوش كان مقتنعين ان الرئيس العراقي صدام حسين ضعف اسلحته الفتاكة التي استخدمها ضد الاتراك فقد اتخذ القرار بغزو العراق وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة دل الصباح نقرأ مقالا لبرهان الدين دوران بعنوان منح الجنسية للاجئين السوريين اختبار حقيقي لديمقراطية التركية رأى فيه الكاتب بان اندماج 2.7 مليون لاجئ سوري في المجتمع التركي يعد اختبارا حقيقيا لديمقراطية في البلاد ان قرار منح الجنسية للاجئين السوريين هو محاولة من جانب الحكومة لكسر الجمود الحالي في الازمات الانسانية ثمت اشارات متضاربة تأتي من اوروبا مع اجبار التركية على اتخاذ خطوات اضافية لمعالجة الازمة الانسانية وحيث ان نهاية الازمة السورية لا تلوح في الافق فان هناك فرصة جيدة لبقاء عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا الى ما شاء الله ومع وجود الاطفال السوريين الذين ولدوا لاجئين في تركيا والحقهم برياض الاطفال لم يكن امام السلطات التركية من خيار سوى اتخاذ اجراءات عاجلة تتعلق بالاندماج الاجتماعي وبهذا المعنى فان قرار منح الجنسية للاجئين السوريين يمثل الخطوة التالية بعد نظام الحماية المؤقت الذي كان مطبقا لعدة سنوات يتجاوز قرار منح الجنسية للاجئين السوريين حدود الاغاثة الانسانية ويركز على مستقبل السوريين في تركيا بوصفه مسألة سياسية طويلة الاجل سيمثل الجدار حول منح الجنسية للسوريين اختبارا حقيقيا للديمقراطية التركية واذا كان هاجس المعارضة تجاه الرئيس اردغان يحمل اشارة ما فلن يستغرق وقتا طويلا حتى يختبر حدود كراهية الاجانب والعنصرية وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة اكشم التركية نقرأ مقالا لكورتولوش تايز بعنوان هؤلاء فهموا موضوع تطبيع العلاقات بصورة خاطئة اشار فيه الكاتب الانه تحركت بعض الاطراف بعدما سعد تركيا للتقارب مع روسيا واسرائيل لنقول بان الحكومة التركية تراجعت خطوة للخلف وبما انها تريد تغيير سياستها الخارجية التي استمرت ست سنوات وتريد زيادة اصدقائها وتقليل اعدائها فبامكانها ايضا ان تتصالح مع الاسد وحزب الاتحاد الديمقراطي وتتفاوض مع حزب العمال الكردستاني وتتصالح مع حزب الشعب الجمهوري وهذا اندل فانما يدل على فهم خاطئ بصورة كبيرة لمبدأ تركيا الذي يعتمد على زيادة الاصدقاء وتقليل الاعداء تركيا اتخذت خطوات اعادة العلاقات مع اسرائيل والتقارب مع روسيا وتصويب علاقتها مع امريكا والاتحاد الاوروبي دون ان تتغير وتغير من طريقها ومسارها وعملت هذه الامور من اجل مكافحة اعدائها بصورة اكثر فعالية وليس من اجل التسليم والخضوع لهم يعمل الغرب بصورة متسارعة من اجل اعادة رسم جغرافيا الشرق الاوسط التي تحترق ولذلك اصبح اردوغان وحكومة العدرة والتنمية عائقا امام مشاريعهم وهذا يجعلهم يريدون التخلص منهما وذلك من خلال استخدام المنظمات الارهابية من اجل كسر شوكة انقرة لان الصمودها يعني ان تواجه القوى الغربية صعوبات جمى في اعادة رسم خارطة المنطقة بالشكل الذي يريدون واذا لم تستطع انقرة الصمود فستكون وحدة تركيا الجغرافية والسياسية والاجتماعية معرضة للتمزق والتشتت والتفرق وفي صحيفة القدس العربي نقرأ مقالة لفيصل القاسم بعنوان لعبة الطوريط الامريكية من صدام الى اردوغان تساءل فيه الكاتب لا ادري لماذا مازال البعض يسقط بمحض ارادته في الافخاخ والاشراك الامريكية من منا لا يتذكر المسيضة الكبرى التي نصبها العمسة من النظام العراقي السابق بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين وكلنا يتذكر كيف اجتمعت السفيرة الامريكية الشهيرة ايبريل جلاسبي في بغداد مع رئيس العراقي الراحل صدام حسين وكيف قالت له ان امريكا لا تمانع ابدا في ان تقوم القوات العراقية بغزو الكويت لان الامر لا يعنيها ومن ستاجة القيادة العراقية وقتها انها صدقت الكلام الامريكي وقررت غزو الكويت لتكتشف لاحقا انه فخ استراتيجي تاريخي بامتياز وقد حشدت وقتها اكثر من ثلاثين دولة لتحرير الكويت ولا ننسى ان امريكا من قبل ورطت العراق وايران في حرب دامية دامت لثمان سنوات كانت تدعم فيها الطرفين بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية كي تستنزف الجهتين وبالامس القريب لعبت امريكا اللعبة نفسها مع حليف اخر في المنطقة الا وهي تركيا فعطت الضوء الاخضر للاتراك كي يقوم باسقاط طائرة روسية على حدود مع سوريا وعندما بدأت روسيا تضييق الخناق على تركيا عسكريا وسياسيا طلب الرئيس التركي بتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي تنص على ان يقف الحلف صفا واحدا للدفاع عن اي عضو من اعضائه عندما يتعرض لخطر خارجي لكن الرئيس الامريكي رفض بتفعيل المادة لا بل قام بسحب بطاريات صواريخ باتريوتمن على الحدود التركية عندما تدخلت روسيا في سوريا وبدأت تواجه الاتراك الا ان اردوغان فهم اللعبة مبكرا والتفى على اللعبة الامريكية مبكرا وافشلها في مرحلتها الاولى فقام الرئيس التركي بعادة العلاقات الروسية دون علم الامريكيين واختام حلقة اليوم مع صحيفة العرب القطرية ومقال ياسر الزعاتري بعنوان ملاحظات سريعة على تراجعات اردوغان الاخيرة رأى فيه الكاتب بان تنازلان صعبان قدهما اردوغان خلال ايام وكلهما نتاج اخطاء سابقة الاول تنازله بتطبيع مع الصهين والثاني اعتذاره لبوتن عن اسقاط الطائرة اسقاط الطائرة كان خطان ثم ادارة الورطة بعد ذلك لان دولة كبرى في حالة الصعود كما يعتقد جنرالها بوتن لم تكن لتقبل اهانة من ذلك اللون الثقيل في السنوات الاخيرة مال اردوغان الى خطاب عقائدي ومواقف حدية لا يمكنه احتمال تبعاتها وها هو يجني نتائج ذلك بتقديم تنازلات تضر بمصداقيته في قصة الكيان الصهيوني ورث اردوغان عضوية في الناتو وعلاقة متينة جدا مع الكيان وحين صعد في قصة سفينة مرمرة لم يأخذ ذلك في الحسبان مع كيان له اذرعه في مفاصل العالم المهمة دعم الشعب الفلسطيني له طرائق شتى افضل من الخطابة وكان بوسعه ان يدعم من دون خطابة وتصعيد لا يحتمله وضعه الهش داخليا وخارجيا السياسة مصالح ومفاسد وقليل دائم خير من كثير منقطع ودليل خطأ السياسة في التراجع عنها كما حصل في اتفاق التطبيع الاخير وفي الاعتذار لبوتين وقف العلاقة مع كيان العدو كان واجبا لانها علاقة مدامة لكن التخلص من علاقة راسخة كان يتطلب ادارة ذكية وعملية تدريجية بدل تصعيد غير مدروس ثم تراجع مفاجئ معضلة الاسلاميين عموما من اقصى اليمين الى اقصى اليسار انهم يتجاهلون في كثير موازين القوى وتقديرها بدقة فيصطدمون بالجدار المسدود هناك فوضى في المشهد الدولي والاقليمي والعربي ولا احد يدري الى اين تمضي الاوضاع لكن حريق المنطقة يجب ان يتوقف عندما ينتهي الحريق بتفاهم بين محاوره ستتوقف مكاسب الصهاين وسيكون بالامكان التفاهم بين المحاور العربية والاسلامية على مسار جديد بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم على عمل اللقاء بكم دائما بكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة